تعالوا بقى إيه ننتقل للرياضة نادي بلاك بيرن روفرز الإنجليزي بيعلن فتح ملعابه في إيوود بارك من أجل استضافة صلاة عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو فما بين الرياضة وما بين احترام الأديان وإتاحة الفرصة للمسلمين إنه هم يقيموا الصلاة ده كان شيء رائع جدا بلاك بيرن روفرز الحقيقة هو أول نادي لكرة القدم في إنجلترا بالكامل بيستضيف صلاة عيد الفطر وده حصل السنة اللي فاتت كان في شهر مايو بعد انتهاء شهر رمضان الكريم المرة دي بيكرر نفس المسألة هي هي ولكن باستضافة صلاة عيد الأضحى طلب النادي حضور المصليين في موعد أقصاء التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش وإنه الصلاة هتتم الساعة تسعة ونص صباحا بنفس ذات التوقيت من المتوقع حضور تقريبا ما يزيد عن التلات تلاف مصلي نادي بلاك بيرن روفرز كمان قال في بيانه الرسمي إن الملعب هيكون مفتوح للأشخاص والعائلات من جميع الأعمار وبيطلب من الحضور إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم وهم جاين هيتم فتح بوابات الملعب الساعة تمانية ونص الصبح وبيأكد إن اللي هيرغبه في الحضور مفيش عليهم أي إجبار لتسجيل بشكل أو بآخر الحضور بس في المعاد يعني مش هتحتاج لا تخلش على ويب سايت ولا تبعث إيميل ولا أي حاجة خالص عايز تحضر الصلاة اتفضل احضر الصلاة هات معاك بس السجادة بتاعت الصلاة بتاعتك كل الأعمار أهلا وسهلا رجال ونساء أهلا وسهلا مفيش أي مشكلة حلوة بصراحة يعني كلاكت تاني مرة وحلوة عجبتني كويس مقدر شنكر